السلام عليكم ومرحبا بكم نتكلم اليوم عن موضوع الصفار عبر الزمن ما بين الجانب العلمي والديني وحقيقة هذا الادعاء قبل البدء نرجو من سيادتكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليسلكم كل جديد وشكرا لكم لنبدأ اثرت فكرة الصفار عبر الزمن على الخيال البشري وحلم الإنسان بزيارة الماضي واشتاق للاطلاع على المستقبل فنظر إليها من عدة زوايا ولم يجد سوى زاوية العلم النظري الذي حسب اعتقادهم قد تكون فيه الإجابة عن عديد الأسئلة التي تفرض نفسها فهل يمكن علميا التنبؤ بالمستقبل؟ هل بوسع الإنسان ولو بعد حين أن يسبق الضوء؟ هل يبطئ الزمن حقا للمتحرك بسرعات خارقة؟ وهل هناك أبعاد أخرى لا نعرفها؟ بل هل هناك بعد زماني ثاني وغير ذلك من الأسئلة التي تعتبر من فرط غرابتها صادمة لمسلماتنا التقليدية ولنتعرف على أصل القصة تعود هذه الفكرة إلى القرن 19 وبالضبط إلى رواية الخيال العلمي المكتوبة في عام 1895 للميلاد والتي تسمى آلة الزمن والتي كتبها هيربرت جورج ويلز كاتب قصص قصيرة بريطاني والذي يعتبر من مؤسسي أدب الخيال العلمي الذي أخذت الكثير من رواياته وعدت كأفكار للعلم النظري مثل روايته هذه آلة الزمن ورواية الرجل الخفي وجزيرة الدكتور مورو وحرب العوالم وأوائل الرجال على القمر ثم تطورت هذه الفكرة لشكلها الحالي بالاعتماد على ما قاله ووصفه الكاتب إدوارد بيج ميتشيل في روايته الساعة التي دارت إلى الوراء والتي يقولون فيها بالضبط ما يحدث اليوم عن فكرة الصفر عبر الزمن وقد حاولوا إيجاد التبرير العلمي من خلال من تم اكتشافه والحديث عنه من نظرية الكم والعالم دون الذري وكذلك أبعاد الزمان والمكان ونظرية نسبية لإنشتاين وقالوا الصفر عبر الزمان نظريا ينطوي على الانتقال إلى الوراء في الوقت المناسب للخطة في وقت سابق من نقطة الانطلاق أو ينتقل إلى المستقبل في هذه النقطة عبر آلة أو جهاز تكنولوجي سواء خيالي أو افتراضي أو فعلي يعرف بآلة الزمن واعتمدوا على الجانب العلمي من خلال نقطتين أساسيتين الأولى نسبية إنشتاين استعمل إنشتاين فكرة ويلز هذه المذكورة في قصته الخيالية كذلك حينما عبر عن الزمان كبعد رابع حيث أورد نظريته النسبية الخاصة عام 1905 ووصف كيف يختلف الزمان بالنسبة لكل من الراصدين الثابت في مكانه والمتحرك وأكد صديقه الأستاذ الخاص بالرياضيات هيرمان منكوفسكي أن الزمان يمكن معالجته رياضيا كبعد رابع كذلك وقالوا إن سطح الأرض ثناء الأبعاد لأن كل نقطة على سطحها يمكن التوصيفها باثنين من الإحداثيات خطول وخطع أما الكون فإنه رباع الأبعاد بحيث إن توصيف أي حدث به يستلزم أربعة إحداثيات وهي طول والعرض والارتفاع والبعد الزماني وبالنظر إلى ما قالوه فإنهم قد رفضوا فكرة الرجوع إلى الخلف لاستحالة ذلك فيزيائيا ورياضياتيا أما الذهاب إلى المستقبل فهو أمر ممكن حسب ما يقولون وذلك بفعل نظرية مفارقة توأم التي يعتمدون عليها كثير اليوم لأن حسبهم الانتقال هنا يعتمد على سرعة الضوء ومثال ذلك حتى تتضح الصورة أنك عندما تسافر بسرعة الضوء التي تبلغ 300 ألف متر في الثانية فإن الدقيقة عندك ليست هي نفسها الدقيقة عند الشخص الجالس أمام باب منزله وكذلك الساعة عندك ليست هي نفس الساعة التي تمر عليه وبالتالي عند عودتك إلى نقطة البداية تجد بأنه قد مضى عليك ساعة واحدة مثلا أما هو فقد مضت عليه سنوات عديدة وهذا هو لب قولهم في هذه المسألة اليوم لكن من ناحية المنطق العلم الرياضي فإنه يمكن دحظ هذه الفكرة بالقول التالي ما دمت قد سرت بسرعة الضوء فإن المسافة المقطوعة أكيد ستكون كبيرة جدا ما بين نقطة الانطلاق ونقطة الرجوع فكما ذهبت كما تعود وكما استغرقت من زمن أثناء الذهاب فهو نفسه أثناء العودة ومهما كان فمن المستحيل أن يكون أقل من الزمن الحقيقي الذي يمثله الرجل الجالس أمام بيته نفس الزمن فانتقالك هذا كما ينطبق عليك ينطبق عليه فالأمر سوا ولهذا لجأوا إلى إعادة سياغة هذه الفكرة ولقوا لها حجة اسموها بقضية أو لغز الجدة ومن ثم اعتمدوا على النقطة الثانية وهي ميكانيك الكم وقالوا إن ميكانيك الكم تبين كيف أن للجسيمات طبيعة الموجات وأن للموجات طبيعة الجسيمات وأهم مبدأ سائد فيها هو قاعدة عدم اليقين لهيزنبرغ والتي تنص على عدم إمكانية الجزم بموضع الجسيم وسرعته في آن واحد بدقة وعلى سبيل القطة وقالوا كذلك إن ميكانيك الكم تشرح كيف تطلق الذرات الضوء أو تمتصه عند أطوال موجية محددة عندما تثيب الإلكترونات من مستوى طاقة إلى مستوى طاقة آخر وتقود الطبيعة الموجية الجسيمات إلى ظواهر غير عادية مثل السلوك النفقي على المستوى الكمي وبناء عليها يمكن أن تقفز مثال نواة الهيليوم بغتة خارج من النواة اليورانيوم متسببة في ضمور نشطها الإشعاعي وبما أن نظرية الكم تفرض عوالم متوازية متعددة ومختلفة يمكن التحري والبحث عن الجسيم في أحدهها ومنه يمكن الانتقال والصفر من خلال النفق الكمي من مكان إلى مكان أو من عالم إلى عالم أو حتى في الزمن نفسه إلى الأمام أو إلى الخلف لكن هنا كذلك سقطوا في إشكاليتين وهما الأولى حركة الجسيمات والعالم الكمي ككل هو عالم دون الذري يمكن أن ينطبق عليه مفهوم الانتقال الإلكتروني والفطوني عبر النفق الكمي وكذلك التشابق الكمي لكن هذا في هذا العالم فقط لا يمكن تطبيق ذلك على الأجسام أو الكتل الكبيرة والشيء الثاني إذا تم الاتصال والانتقال في الزمن إلى الخلف مثلا فأي الزمن وأي عالم يتم الانتقال إليه فإذا غير في العالم الأول لا يمكن في الثاني وهكذا وقد قال الفيزياء دافيد دويتش بجامعة أكسفورد يمكن أن ينتقل المسافر عبر الزمن سوب الماضي فيقتل جدته وهي بعد فتاة نيافعة سيؤدي هذا بالكون إلى أن يتخذ عبر تفرع جديدة مصارا مختلفا عن المصار الذي يوجد به مسافر عبر الزمن وجدة مقتولة ويدخل ذلك في دوامة فإنه إن قتل جدته فكيف وجد هو وما هو العالم الذي فيه ومن خلال هذا فإنه من الناحية العلمية لم يستطيع إيجاد سيغة للسفر عبر الزمن وبقي قولهم مجرد احتمالية في فكرة لكن الآن يعملون على سيغة هذه الاحتمالية بجهة أخرى أو في جهة أخرى وهي ليست السفر عبر الزمن وإنما الانتقال الآني أو التنقل من مكان إلى مكان آخر في أقل من جزء من الثانية تماما كما قال عنها غريغوري بن فورد الحائز على جائزة نيبيولا لعام 1980 في رواية خيالية تايم سكوف عندما استخدم البطل سنة 98 حزمة من التاكيونات أو تاشيون والتي هي عبارة عن جسيمات افتراضية تتحرك بسرعة أعلى من سرعة الضوء لإرسال إشارة إلى علماء الماضي في سنة 1963 ليحذرهم من كارثة بيئية سوف تشتاح العالم في سنة 98 وقد سبق وتحدث عن تاكيونات في فيديوهات سابقة فارجعوا إليها لتفهموا الموضوع والمهم هنا هو أن هذا يقودنا إلى الحديث عن الجانب الديني وكالعادة أشباه العلماء لدينا كلما ظهر حدث علمي جديد أو قول عالي من ما إلا وتنطح حول من يجد الدليل المؤيد له من الكتاب والسنة لذلك القول ونفس الشيء حدث هنا لذا سنفرد لها فيديو آخر مستقل للنظر فيها في الأخير لم يستطيعوا إثبات إمكانية الصف عبر الزمن لا إلى الماضي ولا إلى المستقبل من الناحية العلمية وكل ما قالوه هو مجرد أفكار لروايات خيالية ذكرناها لكم لتعلموا من أين تأتي أفكارهم ومن أين تنبت وتخرج للعالم وسنكمل في الجزء الثاني من هذا الموضوع من الناحية الدينية ما الذي سؤال أو استفسار يترك ذلك في التعليقات شكرا لكم والسلام عليكم